ليست هي المرة الاولى التي تلوح فيها الخرطوم باغلاق حدودها مع جارتها جنوب السودان التهديدات استندت هذه المرة الى مواصفة الخرطوم بعدم تنفيذ جنوب السودان وعدها بطرد متمردين سودانيين على اراضيها الوعد قدمه النائب الاول لرئيس جنوب السودان في اخر زيارة له للخرطوم على ايتم التنفيذ خلال ثلاثة اسابيع اغلاق الحدود ولا تكون هناك مصالح مشتركة من الشبال والجنوب ما دام الجنوب هو الذي يتيح ويسمح للمتمردين للانطلاق من ارض الجنوب لاثارة الرعب والخوف والذعر وعدم اقرار السلام في تلك المناطق الحدودية التي تمتد لأكثر من الفي كيلوبيتر تهديدات الخرطوم تعملت معها جبا على انها عديمة الجدوى في الوقت الراهن ترهن جبا تنفيذ اي اتفاق بعقد اجتماعات اللجنة الامنية السياسية بين البلدين هذا الشهر والتي تناقش القضايا محل الخلاف هذا الكلام كان قريب بالنسبة لنا عكس الاسم ملفات السياسية والامنية الموجودة في طرفين بعد زيارة الاخيرة لنحبة الاول في تقدم ملموسة فان شاء الله بيكون في اول اجتماع وفق الاقتراف تعد السودان يوم 28 في جبا الزيارة بيكون يوم 27 يوم 28 يوم 29 يوم اجتماع في جبا الولجنة السياسية الامنية المشتركة وترى الخرطوم في الجماعات المسلحة التي تتخذ من جنوب السودان قاعدة لها تهديدا امنيا في المنطقة ويرى مراقبون ان التلويح باغلاق الحدود هي اوراق ضغط تلعب بها الخرطوم قبيل مناقشة بقية القضايا العالقة بين الدولتين اعتقد ان تلويح الخرطوم باغلاق الحدود مع الجنوب هو نوع من الضغوط على جبا من الالتزام بتعهداتها خاصة ان هذه التهديدات تأتي قبل ايام من اجتماع اللجنة الامنية المشتركة الذي ينبغي ان يبحث كل الترتيبات الامنية وانشاء المنطقة العازلة وقف دعم المتبردين منذ انفصال جنوب السودان عام 2011 تتهدد علاقة الخرطوم وجبا تعقيدات امنية وسياسية واقتصادية عالقة تلويح الخرطوم باغلاق حدودها مع جنوب السودان بحسب كثير من المراقبين خطوة من شانها ان تعمل على خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة طارق التجاني سكاي نيوز عربية الخرطوم